السلام عليكم متتبعي القناة أرحبا بكم في صفحة 155 من كتاب في رحاب اللغة العربية للمستوى الثاني ابتدائي اليوم لدينا ما بعد القراءة مسيرة متواصلة ماذا نعني بمسيرة متواصلة فالمسيرة هي مثلا السير لمسافة زمنية محددة أو غير محددة ومتواصلة تعني مترابطة ومتتالية وغير منقطعة إذن نلاحظ في هذه الصورة الخريطة المغربية وكذلك العالم المغربي باللوني الأحمر والنجمة الخماسية كذلك بالأخضر يعني أننا في المغرب لدينا مسيرة متواصلة مترابطة وغير منقطعة يعني كذلك أننا نسيرنا ولازرنا نسير في طريق التقدم والازدهار في مملكتنا الحبيبة بعنوان ديال النص هو وطن الخير وطن الخير وهذا ما يتميز به جل المغاربة بإصداء الخير للغير في جميع مناطق المملكة المغربية كما أن هذه المسيرة بدأت منذ أن جاء العلويون للمملكة المغربية ونتذكر الراحل رحمه الله محمد الخامس هو الذي كان سببا في تحرير بلادنا من المستعمر كذلك جاء بعده الراحل الحسن الثاني رحمه الله وهو أتم واستمر في مسيرة البناء والشيد حيث في عهده بنى مجموعة من السدود في لقاع المملكة المغربية والتي لها فضل كبير في المساهمة في بناء المغرب وهذا ما تحقق أكثر عند اعتلاء الملك محمد السادس نصره الله العرش حيث ساهمت هذه السدود في مخطط البناء وكذلك في مخطط المغرب الأخضر فأصبح المغرب رائدا في إفريقيا بسبب البناء والشيد في عهد جلال ملك محمد السادس نصره الله كذلك في بناء السدود والمشاريع التنموية المتنوعة في شتى بقاع المملكة المغربية نقرأ الآن النصر وطن الخير أصحو دوما عند الفجر لأرى وطني أرض الخير ما أحلاه ما أحلاه ما أغلاه ما أغلاه شمس تشرق بسحاريه قلبي يخفق كي نحميه هيا نمرح فوق ثراه أنا أهواه أنا أهواه سنعيد القراءة مرة ثانية وطن الخير أصحو دوما عند الفجر ومعنى أصحونا يعني أستيقظ دائما عند الفجر وعند الفجر دلالة على الاستيقاظ باكرا لأن فيها فضل كبير ومنفع للإنسان حيث يستفيد من وقته كذلك يناله أو تناله دعوة النبي عليه الصلاة والسلام الذي دعا لأمته بالمباركة في صباحهم وأول نهارهم عندما قال صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها إذن فالاستيقاظ باكرا استفيد من الوقت جيدا كما أننا نكون نشطين يعني ممكن أن نقوم بأعمالنا بكل نشاط في الصباح الباكر وكذلك كان ناله من بركات دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لمن قال اللهم بارك لأمتي في بكورها لأرى وطني أرض الخير أصحو دوما عند الفجر لأرى وطني أرض الخير ما أحلاه ما أحلاه فوطننا يعني عزيز علينا وغال في نفوسنا ما أغلاه ما أغلاه فوطننا كذلك غال علينا ونفديه بأرواحنا شمس تشرق بسحاريه إذن فالشمس تشرق على سحاري المملكة المغربية العظيمة قلبي يخفق كي نحميه قلبي يتحرك كي نحمي وطننا من أي شيء يؤديه فهو غال علينا وكذلك نحميه بالغال عننا هيا نمرح فوق ثراه هيا نمرح فوق ثراه هيا نزه نلعب نمشي يعني نقوم بكل شيء أين فوق ثراه فوق ثرا المملكة المغربية لأننا لدينا الحرية في التنقل داخل مملكتنا وفيه نحس بالأمن والأمان أنا أهواه أنا أهواه أنا أحبه أنا أحبه إذن نعيد قراءة أخيرة للنص وطن الخير أصح دوما عند الفجر لأرى وطني أرض الخير ما أحلاه ما أحلاه ما أغلاه ما أغلاه شمس تشرق بصحاريه قلبي يخفق كي نحميه هيا نمرح فوق ثراه أنا أهواه أنا أهواه